طيك العافية كلنا بردانين اليوم لكن النتيجة تساؤل حيالها بكل تأكيد اليوم الارتداد السريع اللي شاهدناه لنادي الرائد كان هناك تحافظ دفاعي في ظل هذه المواجهة وهذا التعادل الكابتن أول شي بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد اليوم لعبنا مبارا كويسة قدم في لقناة الشباب الحمد لله نقطة أحسن من لا شيء الشوط الأول كنا مستحوذين أكثر تقريباً الشوط الثاني كنا متراجعين ولكن نقول الحمد لله لكل حال كابتن اليوم الهجوم لنادي الرائد يمكن فيه تفاوت ما بين حمدان مازن وشرارة في ظل الارتداد السريع هذا نهج معين تنتهجونه كلاعبين في خط الهجوم في خط المقدمة حتى على مستوى التغيير شاهدنا دخول اللومبي اللاعب الجديد والمهاجم الجديد طبي المهاجم الجديد توه جاين أمس وحمدان تقريباً لها سبوعين أو ثلاثة سابيع كان مصاب وأنا فترات المدرب يلاعبني رأس حربة وفتراتي لعبني طرفي مين إن شاء الله براء الجاين نكون متفاهمين أكثر وإن شاء الله نحقق ثلاثة نقاط بإذن الله تعادل الإيجابة في هذه المواجهة في ظل التعداد النقطي لنادي الرائد مرضي قياساً بالأداء قياساً بكل مدار أثناء المواجهة للأمانة كنا نطبح للفوز ولكن الحمد لله على كل حال هذه كرة القدم يوم تفوز يوم تخسر يوم تتعادل ولكن إن شاء الله الفترة القادمة نصحح أغلاطنا ونجتهد أكثر ونظر الجمهور الرائد بإذن الله أطيح علينا ذي بس حبيب ترجمة نانسي قنقر